بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبلات الطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس إثراءات القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم اليوم شاء الله تعالى لدينا درس إثراءات لما سبق دراسته في الصف الخامس في تلاوة القرآن الكريم حسب منهج مدارس التحفيظ سنتعرف على كيفية قراءة الكلمات نراجع فقط معكم وكذلك تطبيق الأحكام التجويدية خاصة ما أخذناه في دروس التجويد ونبين كيفية قراءة الكلمات وكيف تطبيق هذه الأحكام وكيفية استخراج الحكم واكتشافه لذلك نرجع منكم الانتباه والتركيز والنظر والقراءة بارك الله فيكم أولا أهداف درسنا طلب الأجر من الله تعالى بتلاوة القرآن الكريم كذلك تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وبينا لكم كيف نقرأ الكلمات نقرأ بتأني وتمهل وننظر إلى الحركة التي على الحرف ولا نقرأ الكلمة إلا بعد رؤية الحركة التي على الحرف كذلك تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع إن شاء الله تعالى كذلك من أداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة وذلك بالوضوء قبل تلاوة القرآن الكريم كذلك الإخلاص لله تعالى يعني أنوي بقراءة الآيات وجه الله تعالى والأجر في ذلك كذلك الاستعادة بالله قبل تلاوة القرآن الكريم أيضا تحسين الصوت بالتلاوة من الآداب وكذلك البسملة في أوائل السور أيضا القراءة بتدبر وخشوع كذلك التسبيح عند آيات التنزيه أيضا سؤال الله من فضله عند آيات الوعد بالرحمة والمغفرة والجنة كذلك الاستعادة بالله عند آيات الوعيد بالعذاب أو بالعقاب نسأل تعالى أن ينجن وإياكم ووالدين وجميع المسلمين من عذابه وعقابه الآية التي سوف نتلوها إن شاء الله تعالى سنبين ما فيها كيف نقرأ الكلمات هذه سنبين لكم كيف نقرأ هذه الكلمات كذلك ننظر إلى بعض الأحكام التجويدية وكيف نطبقها ما أخذناه في دروس التجويد لأن دروس التجويد يجب أن تطبق في تلاوة القرآن الكريم ما ينبغي لنا أننا ندرس التجويد وننسى سننسى إذا لم نطبق إذا طبقنا التجويد الذي درسناه في دروس التجويد بإذن الله تعالى سوف تنم لدينا مهارة القراءة المجودة المرتلة فلا ندع التطبيق نواضب ونستمر في تطبيق الأحكام ونتذكر وإذا طبقنا الحكم نتذكر ما هو هذا الحكم وكيفية أداء هذا الحكم أيضا فننتبه بارك الله فيكم حتى نحافظ على مستوانا في تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة الآن سأقرأ لكم الآيات ثم نبين بما فيهم كلمات أولا نبدأ استمعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ بارك الله فيكم ونفع بكم هذه الآيات هذه الكلمات كيف نقرأ وكيف نأتي بها لاحظوا معي أولا كلمة الصالحات لاحظوا معي الألف الصغيرة هذه التي تتكرر كثيرا في القرآن هذه ألف مد عادية إذن نقرأها بالمد بعد حرف الصاد وبعد حرف الحاء الصالحات نقرأها بهذه الطريقة وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بينما الألف التي عليها هذه الدائرة لا نقرأ بها هذه الألف إذا وجدنا عليها هذه الدائرة فلا نقرأ بالألف التي عليها مثل هذه الدائرة الصغيرة وهي تتكرر أيضا في حرف الواو وحرف الياء أحيانا تأتي على حرف الواو وحيانا تأتي على حرف الياء وتأتي على حرف ألف كما في هذه العيات إذا وجدنا هذه الدائرة فلا نقرأ بالحرف الذي تحتها الحركات لاحظوا معي هذه الكلمة يقرأها بترتيب الحركات يعني نقرأ الحرف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا مع النظر إلى الحركة النظر إلى الحركات يقرأوا هذه الكلمة أحسنتم لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ أيضا ننتبه إلى النون المشددة تتكرر في القرآن كثيرا أي نون عليها شدة نأتي بها بالغنة نون مشددة لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ أيضا بارك الله فيكم كما بيّنت لكم الكلمات ننظر إلى الحركات حتى نقرأ قرآن صحيحة كذلك كلمة سيئاتهم لاحظوا التأ والهاء المكسورة لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ أيضا كلمة الكلمة التالية لاحظوها كلمة طويلة لكنها سهلة إذا نظرنا إلى الحركات مع التأني والتمهل أقرأ الآيات أقرأ الكلمة بالحركات نبدأ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ كذلك نأتي بالنون مشددة فيها وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أُرَتِّبْ الحركة الحروف وأنظر إلى الحركة أيضا كلمة هذه الكلمة سهلة لكن احذروا من تغيير الحركة على حرف النون أحسن الذي كانوا يعملون أحسن وليست بكلمة أخرى نلاحظ الحركات حتى نقرأها قراءة صحيحة أيضا لاحظوا معي هذه الكلمة الألف الصغيرة المتكررة دائما جاهدك جاهدك الكلمة التي بعدها كيف أقرأ هذه الكلمة التالية نرتب الحركات الحرف الأول ثم الحرف الثاني ثم الحرف الثالث ثم الحرف الثالث أنظر إلى الحركة لا أقرأ الحرف إلا بعد رؤية الحركة لتشريك 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 بي لاحظتم لتشريك بي ما ليس لك به علم أيضا ننظر إلى الياء الياء الصغيرة هذه ياء الصلة إذا وجدنا هذه الياء نقرأ بها في حال الوصل أما في حال الوقت فلا نقرأ بها وهي متعلقة بالكلمة التي قبلها أي بالهاء بِهِ علم بِهِ علم بِهِ علم بِهِ علم لما أقف عليها مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ أقف بِهِ إيه؟ بِالسكون أيضا لاحظوا معي هذه الكلمة فلا انظروا إلى ترتيب الحروف مع النظر إلى الحركة اقرأوها أحسنتم تُطِعْهُمَ فَلَا تُطِعْهُمَ لاحظتم فَلَا تُطِعْهُمَ نُسَكِّن العين كذلك الكسرة في حرف الطالة لا أحولها إلى ياء فقد كسر هذه الآية توصينا بماذا؟ بالإحسان إلى الوالدين وَوَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا نُحْسِن إلى الوالدين في التعامل وفي المحبة وفي طاعتهما في كل ما يأمران به طبعا في غير معصية الله أيضا نكمل لاحظوا معي هذه الكلمة اقرأوا لي الكلمة مرتبة بالحركات من أول حرف أحسنتم مَرْجِعُكُمْ أَتَّأَنِّي مَرْجِعُكُمْ لَأَنِّي لَوْ أَسْتِرَاعةِ قَدْ أُحَوِّلْ ضَمَّةِ الْعَيْنِ إلى فتحة وهذا غير صحيح مَرْجِعُكُمْ لاحظتم أيضا كلمة فَأُنَبِئُكُمْ لاحظوا الضمة في الهمزة والكاف فَأُنَبِئُكُمْ اقرأوها أحسنتم الكلمة التالية هذه الكلمة اقرأوا هذه الكلمة وقد قرأناها سابقا وبيناها لكن الآن نعيد مراجعتها حتى نتدرب على نطق الكلمات نطقا صحيحا نرتب الحروف أنظر إلى الحرف الأول والحركة التي عليه الحرف الثاني والحركة التي عليه وهكذا يقرأوا أحسنتم لَنُدَخِلَنَّهُمْ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ أيضا هنا مسألة مهمة لاحظوا معي الميم بعدها الفاء إذا وجدنا ميم بعدها فاء الخاصة ميم ساكنة نظهر الميم لا نخفي هذه الميم لَنُدَخِلَنَّهُمْ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ لَنُدَخِلَنَّهُمْ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي نأتي بالميم كاملة وكذا أيضا هنا في مثل هذه كلمة مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ أَاتِي بِي الميم الساكنة لاحظوا معي بارك الله فيكم هذا التنوين بعدها حرف الواو إذا وصلنا هذه الكلمة التنوين بعد حرف الواو خلنا في التجويد التنوين إذا أتى بعد حرف الواو الواو من حروف الإضغام من مجموعة يرملون إذن أقرأها حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ حُسْنًا وَ هنا إضغام التنوين في الواو إضغام بغنة بارك الله فيكم ونفع بكم ننتقل إلى الآيات التالية هذه الآيات التالية أيضا من سورة القصص أخذنا سورة القصص كاملة وتلوناها وبيننا الكلمات التي فيها الآن نعيد هذه الآيات فقط من سورة القصص ننتبه سأقرأ لكم وأنتم تستمعون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بارك الله فيكم الآن سأنبهكم على بعض الكلمات لاحظوا معي كلمة أن أرضعيه نمكن الحركة النون الساكنة ما حكمها هنا؟ النون الساكنة أتى بعدها الهمزة أحسنتم حكمها الإظهار إذن أظهر النون أن أرضعيه طيب كلمة لاحظوا يقرؤوا لي هذه الكلمة فَأَلْقِيهِ فَأَلْقِيهِ نأتي باللام الساكنة فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ لا نحول الكسر في الهاء إلى ياء فقط كسر فَأَلْقِيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِي كذلك نأتي بالميم المشددة كما بينا لكم الميم المشددة نأتي بها بغنة فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِي طيب لاحظوا معي بارك الله فيكم هذه الكلمة المد لاحظوا حرف المد وبعدها شدة اقرأوا هذه الكلمة مع المد أحسنتم رَادُّ طبعاً إذا وجدنا حرف المد وبعده حرف مشدد نمد المد هذا ست حركات ست حركات نقول رَادُّ بينما المد الذي بعده همزة نمده أربع حركات وَأَوْحَيْنَا إِلَا إِنَّا رَادُّوهِ بارك الله فيكم ننتبه ونكمل الآيات كلمة لاحظوا إتمام الحركات فَالْتَقَطَهُ فَالْتَقَطَهُ أيضاً لاحظوا الواو الصغيرة وعليها علامة المد هذه الواو الصغيرة نقرأها في حال الوصل فَالْتَقَطَهُ آلُّ فِرْعَوْنَ مع الانتباه لحركة آلُّ فِرْعَوْنَ الألام المضمومة آلُّ فِرْعَوْنَ كذلك الألف هنا هذه الألف أرأيتم؟ نمد هذه الألف بإقدار حركتين آل آل لا نزيد ولا ننقص آلُّ فِرْعَوْنَ لاحظوا مع هذه الكلمة ننتبه إلى الحركات لاحظوا وَجُنُودَهُمَا الدَّال المفتوحة نركز عليها وَجُنُودَهُمَا بالتأني والترتيب الحروف أستطيع أن أقرأ قراءة صحيحة وَجُنُودَهُمَا أحسنتم كلمة قُرَّة الراء المشددة مع ضم القاف لاحظوا قُرَّةُ عَيْن قُرَّةُ عَيْنِ اللي وَلَك ما الحكم هنا؟ تنوين أتى بعد حرف اللام؟ التنوين إذا أتى بعد حرف اللام اللام من حروف الإضغام بغير غنة من مجموعة حرف يرملون عَيْنِ اللي عَيْنِ اللي طيب وهذا الحكم وَلَدًا وَهُمْ تنوين أتى بعد حرف الواو أيضا الواو من حرف الإضغام ولكن الإضغام بغنة وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أيضا نلاحظ في كلمة يَشْعُرُونَ ضَمَّ الْعَيْنِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بارك الله فيكم ونفع بكم ننتقل إلى الشريحة التالية أيضا أقرأ لكم الآيات ركزوا بارك الله فيكم ثم نبين الكلمات وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ كَمَنْ مَتَّعْنَا كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّنَا يَعْبُدُونَ بارك الله فيكم لاحظوا معي هذه الكلمات كلمة اقرأوا لي هذه الكلمة لاحظوا وَزِينَتُهَا التَّاء المضمومة نركز عليها حتى لا نقلبها إلا نقلب الحركة إلى حركة أخرى وَزِينَتُهَا أيضا لاحظوا كلمة فَمَتَاءُعُمْ بالضم الْحَيَاةِ وهذه كلمة الحياة كما بيّنها لكم أن الألف إذا كانت على الواو نقرأ بالألف بدل الواو الحياة الدنيا وَزِينَتُهَا نأتي بالتأني ونقرأ الكلمات صحيحة طيب وَعْدًا حَسَنًا تنوين أتى بعد حرف الحا والحا من حروف الإظهار نعم أيضا كلمة لَاقِيْهِ كَمَنْ لاحظوا الهاء هنا مكسورة لا نحول الكسرة إلى ياء لَاقِيْهِ كَمَنْ لَاقِيْهِ كَمَمْ مَتَّعْنَاهُ وهنا نون أتى بعد حرف الميم والميم من حروف الإضغام بغنة أيضا كلمة كما ننبه لكم على الانتباه للحركات متاع الحياة الدنيا ننتبه إلى الألف الصغير هنا والفتحة على العين كَمَمْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اقرأوا لهذه الكلمة لاحظوا الحركات من المحضرين من المحضرين الضال عليها فتحة من المحضرين أيضا كلمة لاحظوا ألام المضمومة وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا أَيْنَ فَيَقُولُوا أَيْنَ لا نحول الفتحة الضمه إلى فتحة ننتبه لها حتى لا نقرأ قراءة خاطئة الآن لاحظوا معي حينما ننبه لكم على الانتباه للحركات لاحظوا معنا عندنا ثلاث كلمات متشابهة أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ غَوَيْنَا لاحظتم هذه الكلمات الثلاث تتشابه إذن أتأنى حتى أقرأ قراءة صحيحة أيضا كلمة تَبَرَّأْنَا لاحظتم الحركات تَبَرَّأْنَا هذه الكلمات الآيات التي أحببت أن أنبهكم على بعض الكلمات فيها فقط هي نماذج وإلا أنتم قرأتم الآيات كاملة وهنا وصلنا إلى ختام درسنا أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة إلى دروس جديدة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته